ما هو ترتيب راتب محمد صلاح بين الأعلى أجران في العالم وذكرت صحيفة ديليمير الإنجليزية الشهيرة أن صلاح سيحصل على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيسترليني ضعف راتبه السابق ولكن على الجانب الآخر تحدثت تقارير أخرى عن حصول اللاعب الدولي المصري على 350 ألف جنيسترليني أسبوعيا ومن تلك المصادر موقع إزاعة توكسبورت البريطانية وأشارت ديليمير من جانبها إلى أن راتب صلاح الجديد 400 ألف جنيسترليني أسبوعيا سيجعله رابع أعلى اللاعبين أجران في العالم والأول في الدوريات الأربعة الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي والألماني ولن يتفوق على صلاح في قائمة الأعلى أجران إلا سلاسي باريس سان جرمان الفرنسي كيليان موبابي وليوني الميسي ونيمار دا سيلفا أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لأصلاك جديد القناة دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته